مرحبا جماعة اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم بدي احكي فيديو سريع جدا ومهم جدا ومزعج جدا ارسلي صديق من الاصدقاء احطلكوا الان الصورة هاي بقول لي هاي الصورة موجودة في كل شوارع الاردن تقريبا على كل الاعمدة وعلى كل الاماكن بتحكي انه كندا بدها المليون مهاجر الخبر صح بس الخبر زي اللي جاب اية ولا تقرب الصلاة وقف الخبر صدر قبل سنة تقريبا عن طريق وزارة الهجرة الكندية انها بدها مليون مهاجر خلال الثلاث سنوات القادمة مش بالسنة هاي ومليون مهاجر راح يكونوا مقسمين على تلتمية الف كل سنة عادة بتاخد كندا ميتين ميتين وخمسين الف راح يزودوهم لتلتمية تلتمية وخمسين الف فالمجموع راح يكون مليون خلال ثلاث سنوات هذا الخبر اللي كان موجود الموضوع انه ما بعرف كيف محطوط بطريقة هيك يعني بتشعر انه ما بدي حكي انه حالة نصب بس لازم الناس تحذر من الشغلات هاي طريقة تسويق الدول هاي على انها بدها بس مهاجرين عشان لا في بروسس طويل البروسس مهم جدا انك تفهمه مهم جدا تعرف قديش انت مفروض تدفع عشان ما ينضحك عليك في المستقبل لانه معرفتك بالشي راح تعطيك معلومة اوكي انا هذا الزلم شكله بحكيلي صح هذا الزلم بحكيلي شكله غلط فلما تروح على مكتب من المكاتب هاي انتبه 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 من عمليات النصب الاحلام الوردية اللي برسمو لك اياه وبعملو لك البحر طحينة بدك تنتبه منها لانه ما في بحر طحينة في بحر مية مالحة ولازم تسبح فيه وتتعلم اسباحة قبل ما تسبح فيه ما تنزل فيه بدون ما تفهم انت وين رايح قديش بدك تدفع شو الشروط اللي لازم تسويها شو الاوراق اللي لازم مطلوبة منك مش بعد ما تدفع نص المبالي او انا نسيت احكي لك انه مفروض انت تقدم الايلس طب انا من اول عارف وبسألك فيه ناس كتير للأسف بصور لك الطريقة الصح انتبه من ضرب الاوراق اكثر من مرة بشوفها على الفيسبوك بكتبوا ناس اذا ما عندك ايلس انا بسوي لك ايلس بطريقة يا عمي بعرفوها حتى لو بعد الجنسية اخدت الجنسية واكتشفوا انك زورت في الاوراق ممكن يسحبوا منك الجنسية فانتبه هذا القانون موجود وتزوير في الاوراق هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لما تصير انت كندي بتصير انت تحت طائلة القانون الكندي وبصير تعاقب عليها فما تخلوا حدا يضحك عليكم بس عشان توصل لكندا بأي طريقة تلاقي الناس عم تكذب عليك يعني انتبهوا من النص بي مرة ثانية وان شاء الله رب العالمين شوفكم في احسن مكان وسلام